هذه المحاضرات موجهة لجراحي المستقبل إذا for the future surgeon you تابع هذا الفيديو من خلال النقر هنا سنستطيع حضور محاضرات تشريح البطن بالتسلسل ومثل ما نلاحظ من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت الفيديو نستطيع التصفح بمواضي الفيديو وبالتالي حضور فقط الموضوع الذي يهمنا من الفيديو مرحبا جميعا في هذا الفيديو سنتعرف على الركتس شيث وهو عبارة عن شيث عبارة عن غلاف موجود في منتصف الأبديمن سيضم عدد من التراكيب المهمة ولكن لنستذكر ال-ILO لمحاضرة ال-intro-lateral abdominal fall والتي ينتمي لها هذا الفيديو قبل أن نتعرف على هذا الركتس شيث هذه المحاضرة ستكون عن ال-anatomy of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون from the beginning وستكون تحديدا لطلاب الطب لأن فيها تفاصيل كثيرة لن يحتاج لها غير طلاب الطب فالغاية الأساسية من محاضرة الأبديمن أن تقوم بتأهيل طلاب الطب ليصبحوا جراحين وهذه عبارة عن lecture 2 عبارة عن المحاضرة الثانية من محاضرات ال-anatomy of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون مخصصة لشرح كل تفاصيل ال-intro-lateral abdominal wall لذا سنتعرف في هذه المحاضرة على ال-whole story of the intralateral abdominal wall تشريحيا أما الآن فسنتعرف على ال-ILOs أو ال-intended learning objectives لهذه المحاضرة فمثل ما نلاحظ سنتعرف أولا على ال-overview سنقوم بأخذ overview بسيطة عن هذه المحاضرة بشكل عام ومن ثم سنقوم بعمل general description لل-layers of the intralateral abdominal wall سنقوم بعمل وصف عام على طبقات ال-intralateral abdominal wall ومن ثم سنتعرف على الفاشة of the intralateral abdominal wall وبعد ذلك سنتعرف على المسلز of the intralateral abdominal wall وهذه هي من أهم أجزاء هذه المحاضرة وأيضا سنتعرف على ال-rectus sheath وال-linealpa وال-embilical ring وأيضا سيكون لدينا functions and actions of the intralateral abdominal wall muscles والموضوع المهم الآخر لهذه المحاضرة وهو عبارة عن neurovascular structures of the intralateral abdominal wall الأوعية الدموية والعصاب والأوعية اللنفاوية أيضا لل-intralateral abdominal wall وأخيرا سيكون لدينا summary لهذه المحاضرة ملخص لهذه المحاضرة سيكون موجود على الصبور هذه هي عبارة عن ال-ILOs لمحاضرة ال-intralateral abdominal wall بالكامل لذا فهذا الفيديو يمثل ال-ILO الخامس لمحاضرة ال-intralateral abdominal wall إلى حد ما هذا الفيديو طويل نسبيا ولكن يجب علينا أن نتعرف على ال-rectus sheath بالتفصيل الجميل لأهمية ال-rectus sheath وأيضا لأننا نريد أن نصبح جراحي المستقبل لذا لنتاثر مثل ما نلاحظ ماذا تعني هذه الفقرة؟ تعني أن ال-rectus sheath هو عبارة عن sheath وكلنا نعلم ماذا يعني sheath أي هو عبارة عن غلاف غلاف يقوم بتغليف عدة تراكيب من أبرز هذه التراكيب هي عبارة عن ال-rectus abdominis بالإضافة إلى بعض ال-vessels وال-nerves التي سنتعرف عليها إن شاء الله في فيديو منفصل بشكل تفصيلي ولكن هذا ال-rectus sheath هو عبارة عن sheath strong أي أنه قوي عبارة عن sheath قوي جدا إلى حد ما وأيضا هذا ال-sheath incomplete أي أنه غير مكتمل في جوانب معينة هو غير مكتمل أي لا يغلف ال-rectus abdominis muscle أو ال-peramedalis muscle بالكامل وإنما في نقاط معينة لا تغلف ال-rectus abdominis من قبل ال-rectus sheath هذا ما تعنيه لفظة incomplete أو كلمة incomplete هنا ولكنه fibres أي هو عبارة عن connective tissue أساسا ال-rectus abdominis مكون من الأبانيوراسيز لـ 3 flat muscles التي تعرفنا عليها في الفيديو السابق وهو عبارة عن compartment compartment تعني غرفة الآن أنا موجود في compartment في غرفة وتعرفنا على لفظة compartment في الفيديوهات السابقة على هذه القناة في فيديوهات ال-general anatomy وفيديوهات ال-overview of major body regions وفيديوهات الأبرلم ومثل ما نلاحظ as well also found in the rectus sheath ولكن ما يهمنا الآن أن الركتس شيث وعبارة عن كومبارتمينت ولكنه انكمليت غير مكتمل يحتوي بشكل أساسي على الركتس أبدامنس مصل وعلى البرميدالس مصل وأيضا يحتوي على بعض الـ Neurovascular Structures يحتوي على بعض الـ Arteries الشرايين وعلى بعض الـ Veins الأوردة ويحتوي أيضا على بعض الـ Nerves العصاب ويحتوي أيضا على الـ Lymphatic Vessels على بعض الأوعية اللنفاوية وسيكون لدينا فيديو منفصل عن الـ Neurovascular Structures of the Intralateral Abdominal Wall سنفهم في هذا الفيديو جميع هذه الأسماء التي طرحتها قبل قليل من الـ Arteries والVeins والNerves والLymphatic Vessels ومثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الركتس شيث هذا هو عبارة عن اللينيا ألبا الذي تعرفنا عليه في الفيديو السابق والفيديو الذي قبله لذا فاللينيا ألبا ليس من التراكيب الجديد علينا وإنما تركيب مألوف أصبح حتى الآن وهذه هي عبارة عن الركتس أب داميناس التي تعرفنا عليها في الفيديو السابق بالتفصيل الجميل وهذا هو عبارة عن أحد الـ Arteries Superior Abigastric Artery الموجود ضمن الركتس شيث وهذا عبارة عن الـ Inferior Abigastric Artery أيضا الموجود ضمن الركتس شيث ومثل ما نلاحظ هذا أيضا عبارة عن الركتس شيث هنا الركتس شيث مفتوح إلى الخارج قمنا بإزالة الـ Anterior Layer للركتس شيث والمكونة من الأبانيروسيز of the External and Internal Oblique Muscles هذا هو عبارة عن اللينيا ألبا وهذه عبارة عن الـ Veins الموجودة ضمن الركتس شيث هذا هو عبارة عن Superior Abigastric Vein وهذا هو عبارة عن الـ Inferior Abigastric Vein وهذه هي عبارة عن الـ Rectus Abdominus Muscle وهذه أيضا تعتبر من أجمل الصور التي توضح الركتس شيث هذا هو عبارة عن اللينيا ألبا لا ننساه أبدا وهذا عبارة عن الركتس شيث وهذا عبارة عن ركتس شيث هذا على اليمين وهذا على اليسار هنا يتضح أن بعض من الـ Nerves قامت باختراق الـ Rectus شيث لكي تصل إلى الـ Subcutaneous Tissue أو Subcutaneous Layer وهنا مثل ما نلاحظ تم إزالة الـ Anterior Layer للـ Rectus شيث لكي نرى محتويات الـ Rectus شيث هذه عبارة عن الـ Rectus Abdominus ومثل ما نلاحظ أيضا فأن الـ Rectus شيث يحتوي على بعض الـ Nerves التي ستقوم بتغذية الـ Rectus Abdominus ومن ثم تخرج لكي تغذي الـ Skin الموجودة في الـ Abdomin وأيضا مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح الـ Rectus شيث ولكن بمستويات مختلفة من الـ Abdomin فمثلا هنا هذا المستوى عبارة عن مستوى منخفض أي أسفل من الصورة أسفل من الـ R كتلين في الحقيقة وليس أسفل من الصورة فقط وسنتعرف على الـ R code line بعد قليل هذا المستوى من الـ Rectus شيث سيكون في الـ Amplicas مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الـ Amplicas وهنا يتضح لدي الـ Rectus شيث وهذا المستوى أعلى من الـ Amplicas مثل ما نلاحظ هذه الصورة المصغرة توضح مستويات كل Transverse Cut Section من هذه الـ Transverse Cut Sections الشيء الأساسي الذي توضحه هذه الصورة أن الـ Rectus شيث غير مكتمل في نقاط معينة مثل ما نلاحظ هنا الـ Rectus شيث غير مكتمل فهناك بعض الـ Layers مثل ما نلاحظ هذه الثلاث طبقات من الأبانيروسيز of the three flat muscles الأكستيرل والإنترنل أبليك مصغل بالإضافة إلى الترانسفيرسس أبدامينس مصغل ولكن من الخلف لا يوجد هناك أبانيروسيز في الـ Rectus شيث لهذا السبب نقول أن الـ Rectus شيث غير مكتمل في حين هنا مثل ما نلاحظ تم توزيع الطبقات بشكل متساوي بحيث أن جزء من الأبانيروسيز لهذه الـ three flat muscles سيكون anteriorly والجزء الآخر سيكون posteriorly في الحقيقة النصف منها سيكون anteriorly والنصف الآخر منها سيكون posteriorly وكما هو الحال هنا إلى الأعلى من الأنفليكس هذه في الأنفليكس وهذه إلى الأعلى من الأنفليكس وهذه إلى الأسفل من الأركوتلين الآن على ما أعتقد أن الفكرة لم تكتمل مئة بالمئة ولكن فقط أن نضع في أذهاننا أن الـ Rectus شيث غير مكتمل في نقاط معينة وهذه النقطة هي أسفل من الأركوتلين أما الأركوتلين فسنتعرف عليه بعد قليل وفكرة أن الـ Rectus شيث incomplete compartment يعني في نقاط معينة لن تقوم الـ Epineurosis of the three flat muscles بتغليفه بالكامل فمثل ما نلاحظ هنا عند هذا الـ level posteriorly غير مغلف بالـ Epineurosis للـ flat muscles تعرفنا على هذه المعلومات في الفيديو السابق وقد ناقشناها بطريقة جيدة جداً وفهمنا ماذا تعني decousation ماذا تعني interweaving ومن المؤكد تعرفنا على ما تعني لفظة Epineurosis وأبنيروسيز أبنيروسيز جمع وأبنيروسيز مفرد إذا أبدلنا بدلاً من الـ E هنا نبدلها بـ I أصبحت مفرد حينما نضع E فتكون جمع فالـ Rectus شيث ستكونه الأبنيروسيز of the three flat abdominal muscles مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن external oblique muscle وهذه عبارة عن fibers of the external oblique muscle هذه الفيبر مثل ما نلاحظ هنا عند هذه النقطة سنتحول من muscle fibers إلى Epineurotic fibers أي من muscular tissue إلى connective tissue وهذا الconnective tissue مثل ما نلاحظ هنا سيمثل anterior layer of the rectus sheath هذه على الـ right وهذه على الـ left مثل ما نلاحظ أيضاً من الـ left سيكون لدي نفس الترتيب ولكن بالإضافة إلى وجود نفس الترتيب فستنتقل بعض الفيبرز من الـ left إلى الـ right ومن الـ right إلى الـ left لكي يصبح لدي interweaving أي تتشابك فيما بينها وتكون فيبرز أشبه بالشبكة وذلك لتقوية الـ rectus sheath فسنقول أن هذه الفيبرز أي أنها انتقلت من الـ right إلى الـ left وأيضاً من الـ left إلى الـ right لذا كملخص فإن الـ rectus sheath مكون من الأفنيروسيز of the three flat abdominal muscles وكل أفنيروسيز من هذه الأفنيروسيز سيتشابك مع الآخر ليكون ركتس sheath قوي مثل ما نلاحظ external obliic apanيروسيز contributes to the anterior wall of the rectus sheath throughout its length ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الـ rectus sheath سيكون له two walls أي جدارين جدار أمامي وجدار خلفي لدي anterior wall ولدي posterior wall أما من سيكون anterior wall of the rectus sheath هي عبارة عن external obliic muscle مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن external obliic muscle هذه هي عبارة عن muscle fibers of the external obliic muscle وعند هذه النقطة عند المد clavicular line ستتحول هذه المuscle fibers إلى apanيروتic fibers فستكون لدي الأبانيروسيز of the external obliic muscle وهذا الأبانيروسيز of the external obliic muscle سيكون موجود إلى الأمام أي أنه سيكون anterior wall of the rectus sheath وأيضا سيكون موجود على طول الرectus sheath من الأعلى إلى الأسفل The superior two-thirds of the internal obliic apanيروسيز splits into two layers أي أن الثلثين العلويين لأبانيروسيز of the internal obliic muscle سينقسم splits أي أنه سينقسم أو ينفصل إلى two layers إلى طبقتين two layers أو two laminae طبقتين أو صفيحتين يمكنكم استخدام المصطلح الذي تشاءوه ولكن هذا سيكون at the lateral border of the rectus abdominus ماذا يعني ذلك؟ يعني أن انقسام الأبانيروسيز of the internal obliic muscle سيكون عند هذه النقطة على lateral border of the rectus abdominus لنفهم هذا الموضوع أكثر قبل إكمال هذه الفقرة ولكن لنستذكر المعلومة السابقة في الأستاذ السابق التي تعرفنا عليها قبل قليل الأبانيروسيز of the external obliic muscle سيقوم بتغليف الرectus sheath من الأمام بالكامل أي anteriorly سيقوم بعمل anterior wall of the rectus sheath الأبانيروسيز of the external obliic muscle سيقوم بتكوين anterior wall of the rectus sheath وهذا سيكون بالكامل من الأعلى إلى الأسفل أما الأبانيروسيز of the internal obliic muscle فلن يقوم بتغليف الرectus sheath بالكامل من الأمام وإنما في نقاط معينة سيقوم بتغليف الرectus sheath من الأمام بالكامل أو عملياً سيقوم بتكوين anterior wall of the rectus sheath بالكامل في نقاط معينة من الأمام ولكن في نقطة معينة سينقسم الأبانيروسيز للإنترنال obliic muscle إلى شريحتين شريحة ستكون إلى الأمام وشريحة ستكون إلى الخلف إلى الأمام بحيث أنها تساهم في تكوين الانتيرير wall of the rectus sheath وإلى الخلف بحيث أنها ستساهم بتكوين ال posterior wall of the rectus sheath هذه النقطة التي سينقسم فيها الأبانيروسيز of the internal obliic muscle سنسميها بالأرقويت لين مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الأرقويت لين عند هذه النقطة إلى الأسفل من الإنفليكس وهذه الصورة مثل ما نلاحظ توضح هذا في اللون الأخضر هو عبارة عن الأبانيروسيز of the external obliic muscle مثل ما نلاحظ يقوم بعمل الانتيرير wall لالركتس sheath بالكامل من الأعلى إلى الأسفل وهذا في اللون الأورنج أو اللون البرتقالي هو عبارة عن الأبانيروسيز of the internal obliic muscle وعند هذه النقطة سينفصل الأبانيروسيز of the internal obliic muscle إلى شريحتين شريحة ستذهب posteriorly وشريحة ستكمل طريقها anteriorly فواحدة من الشرائح ستساهم في تكوين anterior wall of the rectus sheath وواحدة من الشرائح ستساهم في تكوين posterior wall of the rectus sheath لذا one lamina passing anteriorly to the muscle and the other passing posteriorly to the muscle أي to the rectus abdominis muscle هذه المصل سأراجع هذه المعلومة للمرة الأخيرة الركتس sheath لديه two walls لديه جدارين جدار أمامي وجدار خلفي anterior wall و posterior wall أما الانتيريار wall فستساهم بتكوينه external obliic muscle وهذه المصل ستكون موجودة على طول الركتس sheath من الأمام من الأعلى إلى الأسفل أما الأبانيروسيز of the internal obliic muscle فسيساهم في تكوين الانتيريار wall و posterior wall of the rectus sheath بالأرقوت line فسينفصل هذا الأبانيروسيز لـ internal obliic muscle إلى قسمين أو إلى صفيحتين أو إلى طبقتين طبقة ستكمل طريقة لكي تساهم في تكوين الانتيريار wall of the rectus sheath وطبقة ستنتقل إلى الخلف لكي تساهم في تكوين الانتيريار wall of the rectus sheath هذه الصورة توضح الانتيريار الاسبكت of the intralateral abdominal wall قمنا بعمل كورونا سكشن في الأبديمن والآن أنا أنظر لي الانتيريار الابديمن الوال من الداخل أي من الانتيريار أي من الانتيريار الاسبكت هذه عبارة عن الـ transversus abdominis muscle وهذا عبارة عن الـ diaphragm وهنا يتضح لدي الـ rectus sheath وهذا الـ rectus sheath يحتوي على الـ rectus abdominis muscle وهذا هو عبارة عن الأركوتلين الذي تعرفنا عليه قبل قليل وسنأتي على ذكره بعد قليل أكثر ومثل ما نلاحظ يتضح أن في الجزء السوبرير للأركوتلين سيكون لديه posterior wall لـ rectus sheath فنلاحظ وجود طبقة سميكة إلى حد ما مقارنة في الـ part لـ rectus sheath الذي يكون inferior للأركوتلين فـ inferior للأركوتلين لا يوجد هناك من الأساس posterior wall لـ rectus sheath وإلى الأعلى من الأركوتلين يوجد لدينا posterior wall of the rectus sheath ولهذا السبب قلنا أن الـ rectus sheath incomplete compartment عبارة عن compartment غير مكتمل فهو من الأسفل مثل ما نلاحظ من الأسفل posteriorly لا يوجد هناك wall من الأساس ليس لدينا wall للـ rectus sheath من الأسفل عند هذه النقطة ومن الخلف بمعنى آخر أن عند هذه النقطة الـ rectus abdominis غير مغلفة بالـ rectus sheath ولكن يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الحالة فقط posteriorly أما anteriorly فيوجد لدي عند هذه النقطة anteriorly anterior wall of the rectus sheath وسيكون عند هذه النقطة أسمك مقارنة بالنقاط الأعلى منه وسنتعرف على هذا الشيء أكثر بعد قليل ولكن ألا ما أعتقد أننا أخذنا فكرة عن الموضوع تدقيقا أكثر على هذه المعلومة posteriorly إلى الأسفل من الأركوت لاين لا نقول أنه ليس هناك posterior wall of the rectus sheath في الحقيقة هناك posterior wall of the rectus sheath ولكن posterior wall سيكون متكون فقط من الـ transversalis fascia ولكن في الحقيقة هذه الـ transversalis fascia كسماكة فهي لا تضاهي الـ other walls أو الـ other parts من الـ walls of the rectus sheath فإلى الأعلى من الأركوت لاين سيكون لدي wall سميح مقارنة بـ إلى الأسفل من الأركوت لاين لهذا السبب قلت بأننا لا نملك wall إلى الأسفل من الأركوت لاين posteriorly مثل ما نلاحظ the anterior lamina joins the apneurosis of the external oblique to form the anterior layer of the rectus sheath أو الـ anterior wall نستطيع أن نستخدم anterior wall أو anterior layer of the rectus sheath وهذا يعني ببساطة نفس المعلومة التي قلتها قبل قليل هي أن من الأمام من الـ anterior فإن الـ anterior wall of the rectus sheath سيكون بالكامل من الـ external oblique apneurosis ولكن بعد أن قام الـ apneurosis of the internal oblique muscle بعمل splitting عند الأركوت لاين فستساهم الـ anterior lamina of the internal oblique muscle apneurosis بعمل الـ anterior wall of the rectus sheath وأيضا مثل ما نلاحظ the posterior lamina joins the apneurosis of the transversus abdominis to form the posterior layer of the rectus sheath هذه المعلومة سنقف عندها بعض الشيء مثل ما نلاحظ هذا في اللون الأزرق هو عبارة عن apneurosis of the transversus abdominis muscle ومثل ما نلاحظ أن inferior للأركوت لاين فإن الـ apneurosis of the transversus abdominis سيساهم في تكوين الـ anterior wall of the rectus sheath فسيكون موجود إلى الأمام من الـ rectus abdominis muscle وهذا الـ apneurosis للـ transversus abdominis muscle سيرافق الـ posterior lamina of the apneurosis of the internal oblique muscle فكلا من الـ apneurosis للـ transversus abdominis والـ posterior lamina of the apneurosis of the internal oblique muscle سينتقل لكي يكون الـ posterior wall of the rectus sheath ومن الأساس أن الأركوت لاين متكون بسبب هذه الانتقالة من الأساس فإن الأركوت لاين هو عبارة عن جزء من الـ apneurosis of the internal oblique muscle والـ transversus abdominis لذا فإن posteriorly إلى الأسفل من الأركوت لاين لا يوجد لدي posterior wall of the rectus sheath الـ posterior wall of the rectus sheath موجود فقط إلى الأعلى من الأركوت لاين وهذا الـ posterior wall مكون فقط من الـ apneurosis of the transversus abdominis muscle والـ posterior lamina of the apneurosis of the internal oblique muscle أما الآن فسنتعرف على الأركوت لاين بشيء من التفصيل مثل ما نلاحظ a chrysanthric chrysanthric shape ماذا يعني chrysanthric؟ أي شكل هلالي مثل ما نلاحظ هنا هذا هو عبارة عن الأركوت لاين فيتضح أن له شكل هلالي مثل ما نلاحظ شكله هلالي إلى حد ما فهو ليس خط مستقيم ليس خط transverse مستقيم straight transverse line وإنما هو عبارة عن chrysanthric in shape فالchrysanthric arcuate line الأركوت لاين الذي يكون شكله هلالي demarcates أي أنه سيتكون أو سيرسم سيرسم نتيجة بصراحة هذا النص يعيد نفس الفكرة التي قمت بطرحها قبل قليل وهي أن هذا الأركوت لاين سيتكون نتيجة فالأبانيروسيج of the transversus abdominis muscle والposterior layer أو posterior lamina of the apanerosis of the internal oblique muscle فستنتقل هذان الثو layers إلى الأمام أو سينتقلان إلى الخلف المهم أنهما سينتقلان من جهة إلى أخرى وبالتالي سيتكون هذا الأركوت لاين فالأركوت لاين هو عبارة عن الأبانيروسيج of the transversus abdominis muscle وجزء أو نصف من الأبانيروسيج of the internal oblique muscle وهذا السبليتنج لكي يتكون لدي الأركوت لاين سيحصل lateral to the rectus abdominis muscle أي أن هذه الفيو هي عبارة عن lateral view تتضح فيها الأركوتس abdominis muscle بالكامل ويتضح فيها الأنتيريار وال والبستيريار وال للركوتس شيث والشيء بالشيء يذكر فهذا في اللون الفنفسجي هي عبارة عن الاسكاربا فاشا وحينما تكمل طريقها الاسكاربا فاشا إلى البرونيال ريجن فستتحول إلى كوز فاشا مجرد لكي نفهم ماذا يعني هذا اللون الفنفسجي ليس له علاقة بالأركوت لاين ولكن هناك معلومة أخيرة متعلقة بهذا النص وهي أن ال posterior wall of the rectus sheath inferior to the arcot line سيتكون من الترانسفرسالس فاشا ونتذكر أن الترانسفرسالس فاشا موجودة deeply للترانسفرسس abdominis muscle وحينما تكون deeply الترانسفرسس abdominis muscle سنسميها بالترانسفرسالس فاشا ولكن اسمها بشكل عام endo-abdominal fascia وهي ستكون موجودة deep للمسكيلر لير لكل الabdominal wall سواء كان الانترالاتر الabdominal wall البستيرير الabdominal wall وحتى الدايفرام سأعيد المعلومة لكي نستذكرها بشكل جيد لأركتس شيث لديه انتيرير wall ولديه فستيرير wall سيتكون من الأكستيرنال بالكامل من الأعلى إلى الأسفل ولكن إلى الأعلى من الأركتلان فإن الانتيرير wall أيضا سيتكون نتيجة للأنتيرير لامنا وهذه المسافة من الأعلى إلى الأركتلان ستكون تقريبا من ثلثين إلى ثلاث أرباع الركتس شيث وهنا يتبقى لديه ربع إلى الأسفل من ربع إلى ثلث في الأسفل وإلى الأسفل من الأركتلان سيكون لديه anteriorly three layers of the anterior wall of the rectus sheath مثل ما نلاحظ جميع الأبنيروسيز للثري flat muscles ستساهم في تكوين anterior wall of the rectus sheath إلى الأعلى anteriorly والposterior lamina ستنتقل posteriorly وإيضا تكمل طريقها إلى الأعلى بالإضافة إلى أن الأبنيروسيز of the transversus abdominus muscle أيضا سينتقل مع posterior lamina of the internal oblique أبنيروسيز إلى الخلف فسيكون فسيكون عند هذه الانتقالة سيرسم الأركتل الذي سيكون كريسنتقل كريسنتقل in shape فposteriorly إلى الأعلى من الأركتل الذي سيكون أيضا ما يقرب من ثلثين إلى ثلاث أرباع من طول الركتس شيث سيكون لدي هذا posterior wall of the rectus sheath مكون من transversus abdominus aponeurosis والposterior lamina of the internal oblique muscle في حين أن inferiorly الأركتل وposteriorly فإن الركتس شيث لن يكون له wall بشكل فعلي لذا فستقوم التransversalis fascia بتكوين هذا الposterior wall of the rectus sheath inferior to the arcuate line ومثما نلاحب arcuate line lies approximately one third of the distance from the empilicus to the pubic crest ماذا يعني ذلك؟ هذه هي عبارة عن الampilicus هذه الampilicus أو level of the empilicus والأركوت line سيكون inferior للأمبلicus والآن لنتصور المسافة ما بين الampilicus والpubic crest هذه الpubic crest هنا تقريبا وهذه الampilicus والأركوت line سيكون على بعد ثلث هذه المسافة من الأعلى إلى الأسفل فثلث هذه المسافة إلى الأسفل من الأمبلicus سيكون لدي الأركوت line وينتقل من الأنتيرير إلى الفوستيرير لذا فالمسافة من هنا إلى هنا ستكون ثلث والمسافة من هنا إلى هنا ستكون ثلثين المسافة ما بين الأمبلicus والpubic crest هذا حينما نريد أن نقوم بتحديد موقع الأركوت line ولكن هذا هذا بشكل تقريبي ليس مئة بالمئة مثل ما نلاحظ ما نزال في الأركوت line هذا هو عبارة عن الأركوت line وهنا يتضح أن posteriorly هذا هو عبارة عن posterior wall of the rectus sheath فيتضح أن الفosterior wall of the rectus sheath هنا مثل ما نلاحظ سميق لأنه يحتوي على الفosterior lamina of the aponeurosis of the internal pelvic muscle بالإضافة إلى aponeurosis of the transversus abdominis بينما إلى الأسفل من الأركوت line فهو لا يحتوي على هذه الapanurosis وإنما فقط يحتوي على transversalis fascia وهنا مثل ما نلاحظ هذا الركتس sheath هنا تم إزالة anterior wall of the rectus sheath لكي يتضح لدينا الأركوت line ولكن هنا يتضح anterior wall of the rectus sheath المتكون بمساهمة الأكسترنال oblique muscle aponeurosis والأنتيريار lamina of the aponeurosis of the internal oblique muscle superior to the arcuate line أما inferior to the arcuate line فإن الأبنيروس للثري افلاط muscles جميعها ستساهم في تكوين الانتيريار wall of the rectus sheath inferior to the arcuate line من جهة الانتيريار مثل ما نلاحظ أيضا هذه الصورة تربطوها مع هذه الصورة فمثل ما نلاحظ هذا الشكل تكون نتيجة هذا الخط هنا هذا الخط هنا قمنا بعمل sagittal section مثل ما نلاحظ واتضح لدينا هذا sagittal section ونحن الآن ننظر له من اللاترال مثل ما نلاحظ هنا يتضح لدي الأركوت line مثل ما نلاحظ وهذه هي عبارة عن transversalis fascia أيضا مثل ما نلاحظ هنا إلى الأعلى من الأركوت line سيكون لدي الأبنيروس of the transversus abdominis muscle وال posterior lamina of the apenيروس of the internal oblic muscle أما إلى الأسفل من الأركوت line فسيكون لدي فقط التransversalis fascia لن يكون هناك posterior wall لل rectus sheath بشكل فعلي وإنما سيكون فقط طبقة من التransversalis fascia وهي في الحقيقة طبقة رقيقة ليس الطبقة قوية ولهذا السبب قلنا في البداية أن الركتس sheath incomplete compartment أيضا هنا مثل ما نلاحظ يتضح لدي هذا هو عبارة عن الأركوت line مثل ما نلاحظ هنا تم إزالة الانتيريور wall of the rectus sheath ومثل ما نلاحظ هنا تتضح لدي التransversalis fascia باعتبار أن الركتس sheath inferior to the arcuate line سيكون فقط عن طريق التransversalis fascia ومثل ما نلاحظ superior للاركوت line تتضح لدي هذه اللير المتكونة نتيجة abanurosis of the transversus abdominis muscle بالإضافة إلى posterior lamina of the abanurosis of the internal oblic muscle لذا فالposterior wall للركتس sheath superior للاركوت line يكون سميك مقارنة بالجزء من الفosterior wall الذي سيكون inferior للاركوت line أيضا هذه صورة أخرى هذا عبارة عن الاركوت line وهذا بالكامل هو عبارة عن posterior wall of the rectus sheath هنا أسفل من الاركوت line تتضح فقط التransversalis fascia وهذه أيضا مثل ما ومثل ما نلاحظ هذه النقطة ستكون إلى الأعلى من الامبليكس لذا فهي إلى الأعلى من الاركوت line لذا فهنا يتضح لدي وجود posterior wall مكون عن طريق two layers وأيضا anterior wall مكون أيضا عن طريق two layers ولا داعي لذكر هذه اللير فقد تعرفنا عليها بشكل جيد قبل قليل هذه عبارة عن الامبليكس وهذه عبارة عن البيوبيك كريست هنا تقريبا فسأقوم بأخذ ثلث هذه المسافة ما بين الامبليكس والبيوبيك كريست وهنا تقريبا عند هذه النقطة سيكون لدي الاركوت line فاعتبار أن هذه النقطة ستمثل ثلث هذه المسافة من الأعلى انطلاقا من الامبليكس فتقريبا هنا سيكون الاركوت line فهذا اللاين سيكون إلى الأسفل من الاركوت line وسيتضح لدي مثلا نلاحظ هنا بأن سيتكون نتيجة مساهمة الثري أبنيروس الثري فلاد أبدا مصول أما فسيكون نتيجة مساهمة الترانسفيرسالس فاشا فقط وسأقوم بالتدقيق على معلومة أخيرة المسافة ما بين الامبليكس والبيوبيك كريست هذه عبارة عن المسافة ما بين الامبليكس والبيوبيك كريست الاركوت line سيكون عند هذه النقطة يبعد ثلث هذه المسافة عن الامبليكس مثلا نلاحظ هذه عبارة عن الترانسفيرس كات سكشنز للأبديمين في ديفرانت لفلز مثلا نلاحظ الصورة إلى الأعلى هي عبارة عن ترانسفيرس كات سكشن للأبديمين أبوف ذا أمبليكس أي أبوف ذا آركوت لين أي هنا تقريبا هذه عبارة عن الامبليكس تقريبا هنا وهنا سيكون لدي هذا الأبر الترانسفيرس كات سكشن الواضح في هذه الصورة أما هذا الترانسفيرس كات سكشن السفلي فسيكون بلو ذا آركوت لين بلو ذا أمبليكس وأيضا بلو ذا آركوت لين الآن سنقوم بتكبير هذان التو ترانسفيرس كات سكشن لكي نراهم بوضوح ونعلم التفاصيل والفرق ما بين أبوف ذا آركوت لين و بلو ذا آركوت لين الثامن نلاحظ أولا سنبدأ بالترانسفيرس كات سكشن الذي سيكون أبوف ذا آركوت لين الثامن نلاحظ الآن يجب علينا أن نقوم بتفسير هذه الصورة تفسير ما نراه هذه عبارة عن الریکتس أبدامينس مصل وهذه عبارة عن الأكسترنال أوبليك مصل وهذه عبارة عن الإنترنال أوبليك مصل وهذه عبارة عن الترانسفيرس أبدامينس مصل فهذه هي جميع الثري إفلات مصص التي تعرفنا عليها في الفيديوهات مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الأبنيوروسيز لهذه الثري إفلات مصل ومثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الریکتس شيث وهنا لدينا اللينية ألبا ولا داعي إلى تذكيركم على ما أعتقد أن هذا هو عبارة عن السبكيوتينيوس تيشيو وهذه هي عبارة عن السكن ومثل ما علمنا قبل قليل بالتفصيل الجميل أن الریکتس شيث له anterior wall وله posterior wall أما الانتيريار wall للریکتس شيث فستقوم الأكسترنال أوبليك مصص بتكوينه عن طريق الأبنيوروسيز لها فهذا هو عبارة عن الأبنيوروسيز أوف دا أكسترنال أوبليك مصص وهو المساهم الرئيسي في تكوين الانتيريار وول أوف دا ریکتس شيث أما هذا فهو عبارة عن الأبنيوروسيز مثل ما نلاحظ عند هذه النقطة سينقسم إلى قسمين سينقسم إلى two layers أو two laminae اللامنا الأنتيريار مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الأنتيريار لامنا ستساهم في تكوين الأنتيريار وول أوف دا ریکتس شيث في حين أن البوستيريار لامنا ستساهم في تكوين البوستيريار وول أوف دا ركتس شيث سيتكون من نقطتين أولا البوستيريار لامنا أوف الإنتيريار أوبليك مصص أبنيوروسيز وأيضا الأبنيوروسيز أوف المصص ابنيوروس آبديورو مصص مثل ما نلاحظ أيضا هذا الخط هنا الذي في اللون ال براون تقريبا في اللون البني تقريبا فهو عبارة عن الترانسفيرسالس فاشا من الثمان نلاحظ هذا الترانسفيرس كاتسكشن للأبديمن أبوف ذا أركوتلاين وفي الحقيقة أيضا أبوف ذا أمبليكس وعليكم الآن أن تستنتجوا لماذا أقول أبوف ذا أمبليكس وليس فقط أبوف ذا أركوتلاين لأنني هنا لا أرى السكارفافاشا والكانفرفاشا أو عمليا أنا لا أرى السكارفافاشا ومثل ما نلاحظ أيضا هذا هو عبارة عن الترانسفيرس كاتسكشن الآخر الذي سيكون أسفل من الأركوتلاين ومرة أخرى هذه عبارة عن الركتس أبدمينس مصل هذه عبارة عن الأكسترنال أبليك مصل والترانسفيرسس أبدمينس مصل وهذه عبارة عن الأبنيروسيز لهذه الثري افلات مصل وهذه الثري افنيروسيز of the three flat muscles ستساهم جميعها في تكوين الانتيريور wall of the rectus sheath وهذا حينما نكون below the arcuate line في حين أن البوستيريور wall للركتس شيث سيكون مكون من الترانسفيرسس فاشا بالثمان نلاحظ الترانسفيرسس فاشا هي من سيكون الفوستيريور wall of the rectus sheath حينما نكون below the arcuate line through the length of the sheath The fibers of the anterior and posterior layers of the sheath interlace in the anterior median line to form the complex linea alpha ماذا يعني ذلك؟ ببساطة أن الأنتيريور والفوستيريور walls of the rectus sheath ستلتقي في منتصف الأبديمن في الميدلين للأبديمن في الميدين بلين للأبديمن وحينما تلتقي فأنها ستكون اللينيا alpha وهذه على ما أعتقد ليست بالمعلومة الجديدة ولكن اقتضاء التذكير فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الانتيريور wall للركتس شيث من الright وهذا عبارة عن الانتيريور wall of the rectus sheath من الleft وسيلتقيان في الميدلين في الميدين بلين ليكونان اللينيا alpha The linea alpha transmits small vessels and nerves to the skin أي أن اللينيا alpha سيقوم بنقل بعض النوروفسكيلر structures إلى الskin of the abdomen أي ستقوم بعض الفسل وبعض النيرز باختراق اللينيا alpha لكي تصل إلى الskin At its middle underlying the umbilicus The linea alpha contains the umbilical ring a defect in the linea alpha through which the fetal umbilical vessels passed to and from the umbilical cord and placenta أي في منتصف اللينيا alpha أي في منتصف الطريق الواصل ما بين الزيفويتو بروسسس و الفيوبكس سنفسيسس فسيكون لدي الامبليكس وعند هذه الامبليكس سيكون لدي شيء سنسميه بال الامبليكال رينج هذه الامبليكال رينج هي عبارة عن ثقب في اللينيا alpha هذا الثقب سيسمح بتبادل النيوتريينتز بتبادل الغذاء والأكسجين أيضا ما بين المذر ما بين الأم والفيتس الجنين في بطن الأم وهذه حقيقة جميعنا نعلمها ولكن نحتاج إلى أن نتصور ونرى الامبليكال رينج مثل ما نلاحظ أي جميع الطبقات الانترولاترال أبدمينال وول ستندمج ستلتحم مع بعضها البعض عند الامبليكس أي في الامبليكس ستكون الاسكن ملتحمة تقريبا مع اللينيا alpha والسبك يوتينيستيشو هنا عند هذه الامبليكس سيكون متماسك مع الاسكن ومع الأبنيروسيز وأيضا ستكون الترانسفيرسالس فاشا وأيضا الأكسرا بريتونيال فات والبرائتل بريتونيوم كل من هذه الطبقات ستكون ملتحمة مع بعضها البعض عند الامبليكس وهذه الصورة توضح الموضوع بشكل جيد فمثل ما نلاحظ عند هذه النقطة نلاحظ أن اللايرز أو ذا انترولاترال أبدمينال وول ملتحمة مع بعضها البعض فيوزد أدى امبليكس وأيضا سنقوم بتكبير هذه الصورة مثل ما نلاحظ هنا يتضح لدي أن اللايرز أو ذا انترولاترال أبدمينال وول فيوزد توجهر أدى امبليكس وأيضا هذه الصورة أخرى توضح الموضوع مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الفسلز التي من خلالها سيتم تغذية الجنين من قبل الأم ولكن حينما نكبر فأن هذه الفسلز ستتحول إلى شيء آخر إن شاء الله سنتعرف عليه خلال محاضرات الأبدمين القادمة وسنقوم بتكبير هذا المقطع لنراه مثل ما نلاحظ هنا يتضح لديه أن عند منطقة الصورة فإن ستكون مندمجة مع بعضها البعض ولكن الواقع ليس جميل كما هو الحال في هذه الصورة وإنما الواقع مختلف مثل ما نلاحظ هذا هو الواقع في الحقيقة فمثل ما نلاحظ أي بعد الولادة سيتجمع الفات ستتجمع الدهون في منطقة السبكوتينيس تيشو أو في السبكوتينيس لير وبسبب هذا الشيء فإن أي بعد الولادة ستتجمع الدهون حول منطقة الأمبليكس مما يؤدي إلى ارتفاع السكن مثل ما نلاحظ السكن ستظهر إلى الأمام ستتجه بحيث أنها ترتفع عن منطقة الأمبليكس في حين أن السكن عند نقطة الأمبليكس فإنها ستبقى متصلة مع الأندرلاينج تيشوز أي عمليا مع اللينية ألبا سيكون اتصال السكن عند الأمبليكس قوي مع اللينية ألبا وبالتالي تظهر الأمبليكس منخفضة مثل ما نلاحظ في هذه الصورة أي هذا سيحصل بعد أسبوع إلى أسبوعين من ولادة الطفل بعد أن يسخط الأمبليكس كورد كمان أعلم ونضع هذه الصورة في تصورنا فمثل ما نلاحظ أن السكن as the amplicas attached firmly to the linea ألبا The posterior layer of the rectus sheath is also deficient superiorly to the coastal margin كما قلنا في بداية هذا الفيديو أي أنه compartment غير مكتمل غير مغلق مئة بالمئة ففي نقاط معينة هذا ال compartment يفتح إلى ال other compartments لذا فأن هذا ال rectus sheath من الأعلى لن يكون مغلق وإنما سيكون مفتوح من الأعلى حينما نكون above the coastal margin أو superior to the coastal margin هذه عبارة عن coastal margin مثل ما نلاحظ ستكون عند هذه النقطة فsuperiorly to the coastal margin من posterior posterior layer superiorly to the coastal margin ستكون غير مكتملة وبالتالي فإن ال rectus sheath سيكون مفتوح من الأعلى posteriorly حينما نكون above the coastal margin ولكن هذا بسبب because the transversus abdominis is continued superiorly as the transversus thoracis سبب هذه الحالة أن ال posterior layer of the rectus sheath deficient superiorly above the coastal margin بسبب أن التransversus abdominis تكمل طريقها إلى الأعلى وتخرج من منطقة الأبديمن وتدخل إلى منطقة الثوركس ويتغير اسمها إلى التransversus thoracis مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح لدينا هذا ال rectus sheath مثل ما نلاحظ هذا ال anterior wall of the rectus sheath وهذه هي عبارة عن ال rectus abdominis muscle وهنا مثل ما نلاحظ عبارة عن ال coastal margin هنا هذه عبارة عن الزفويد process سنقوم بإزالة بعض الطبقات من هذه الرسمة ومثل ما نلاحظ سيتضح لدينا هذا الرسم هذه عبارة عن ال rectus abdominis muscle هذا عبارة عن ال anterior wall of the rectus sheath وهنا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن ال transversus abdominis muscle والتي ستكون ال posterior wall of the rectus sheath وهذه المعلومة تقول أن ال posterior wall of the rectus sheath سيكون deficient superiorly حينما نكون above the coastal margin وذلك بسبب أن هذه المصل هذه ال transversus abdominis muscle ستكمل طريقها إلى الأعلى وتتجاوز حدود ال abdomen superiorly وكما نعلم أن حدود ال abdomen superiorly ستكون عن طريق ال coastal margin وال zephoid process ولأكون دقيق أكثر فأن الحدود العليا لل intralateral abdominal wall ستكون الزiphoid process والcostal margin فحينما تسعد هذه ال transversus abdominis إلى الأعلى وتتجاوز حدود ال abdomen سنسميها بال transversus thoracis وبالتالي ستترك ال rectus sheath deficient superiorly above the coastal margin مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن ال transversus abdominis muscle عند حدود ال abdomen وستكمل هذه ال transversus abdominis muscle طريقها إلى الأعلى لكي تصبح ال transversus thoracis muscle وبالتالي تركت ال posterior wall of the rectus sheath deficient مثل ما نلاحظ ال transversus thoracis lies internal to the coastal cartilage مثل ما نلاحظ هنا هذه عبارة عن ال transversus thoracis ستكون إلى الداخل أو deep internal للcostal cartilage مثل ما نلاحظ and the internal oblique attaches to the coastal margin وهذه معلومة قديمة ليست بالمعلومة الجديدة ولكن superior to the coastal margin the rectus abdominis lies directly on the thoracic wall أي أن rectus abdominis من الأعلى ستتصل بالthoracic wall مثل ما نلاحظ لأننا نعلم أن rectus abdominis تتصل بالzephoid process وبالcostal cartilage ولكن سيكون اتصالها to the external aspect of the thoracic wall وبالتالي فأنها ستظهر بهذا الشكل ستكون anterior للcostal margins of the ribs التي تتصل بها وإلى هنا انتهى هذا الفيديو نلتقى إن شاء الله في الفيديو القادم الذي سيكون بعنوان functions of the intralateral abdominal wall muscles عبارة عن وظائف أضلات ال intralateral abdominal wall لذا نلتقي في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر شكرا